ما أجمل الحديث على الذي بيده كل شيء نريده سعادتنا بيده رزقنا بيده صلاح أحوالنا وذرياتنا بيده يدبر أمرنا في الخفاء وفي العلن يعلم ما نخفي وما نعلن لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء كلما ناديناه وجدناه مجيبة وقريبة إذا ضاقت بك السبل أسجد بين يديه تفتح لك أبواب السماء إذا رفعت يديك إليه يستحي جل جلاله أن يرد يديك صفرا لأنه كريم لا يرد السائلي ولطيف بعباده يلطف بهم ويعينهم ويسهل كل ما تعسر من أمورهم اليوم يا إخوة نقف مع اسم جميل وكل أسماء الله جميلة وحسنة ألا وهو اسم الله اللطيف اللطيف هذا الاسم ورد سبع مرات في القرآن الكريم وله معنيان معنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي لطف علمه يعني خفي علمه فهو يعلم خفايا الأمور ودقتها التي تخفى على الناس هذه الأولى المعنى الآخر هو الذي يلطف بعباده فيدبر أمورهم من حيث لا يشعرون إذن عندنا معنية المعنى الأول أن علمه لطيف خفي يعلم خفايا الأمور ودقتها والمعنى الآخر أنه سبحانه وتعالى يلطف بعباده فيدبر شؤونهم وحياتهم من حيث لا يشعرون وبدون أن يشعرون نفصل في هذا الموضوع قليلا وأسأل الله تعالى أن يفتح علي وأن يوفق لي لكلمة نافعة جامعة في المعنى الأول الله سبحانه وتعالى يقول يا بني هذا الأقمال لما كان ينصح ابنه يقول يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خرد شوف الآن الله عز وجل يصف لك دقة علمه الذي لا يمكن أبدا أن تدركه الأبصار ولا تعلمه الخوافر يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خرد فتكن في صخرة يعني في وسط الصخرة ما هي ظاهرة أمام الناس أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لماذا؟ لأن الله لطيف خبير ودائماً سبحان الله يقترن اسم اللطيف بالخبير دائماً خمس مرات في القرآن يقترن اسم اللطيف بالخبير لأن اللطف مع الخبرة هذا كمال الشيء الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أيضاً ليثبت لنا أنه لا يخفى عليه شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما هي خائنة الأعين؟ هذه أنت لا تستطيع أن تكتشفها تجد إنسان ينظر تظن ينظر إليك وهو ينظر إلى شخص آخر قلفك هذه النظرة يعلمها الله فهل بعد هذا العلم غير ذلك وما تخفي الصدور اللي هي النواية ما في القلوب ولذلك لا يعلم ما في الصدور إلا الله عز وجل لشأن كذا قال الله في كتابه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله بس قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يا إله إلا الله يا أخو يا لها من آية قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو طلع اللي في قلبك أو ما طل لذلك عندما تتعامل مع الله أنتبه أن تتعامل معه وأنت تظن أنك تخدعه لا لا لأن الله عز وجل يعلم ما في خاطرك والعباد عندما يأتون يوم القيامة يقفون عند بين يدي الله الملائكة تسجل الأعمال الظاهرة ما تدري عن النواية فما الذي يحدث يخذى الأقوام كانت الملائكة تظن أنهم من أصلح الناس لذلك منهم أول من يدخلون للنار يا أخوان أول من تسعر بهم جهنم قال قارئ القرآن سبحان الله قارئ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقارئ القرآن المخلص أنه يقال له اقرأ ورق يعني ارقى في الجنة ورتل كما كنت ترتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها هذا متى؟ إذا صدق مع الله لكن إذا كان ما صدق من اللي يدري يشل في قلب هذا القارئ إلا الله عز وجل يؤتى به يوم القيامة فيذهب به جهنم لماذا؟ يسأله الله لماذا قرأت القرآن يقول يا ربي قرأته وتعلمته وعلمت فيقول الله كذبت إنما قرأت ليقال قارئ لذلك يبدحونك الناس يقولون هذا الصوت الجميل نيتك مشروكة ثم بعد ذلك يحبط يقول وقد قيل ما دحوك الناس خلنا الناس تنفعهم يا الله أنا أغنى الشركاء يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري إيش تركته وشركه انتبه من هو الثاني قال المجاهد في سبيل الله الذي ذهب يقاتل وقتل لكنه يذهب به إلى جهنم من الملائكم سجلا هذا مجاهد هذا قاتل ومع ذلك يذهب به إلى النار فلما يبدأ الحوار بين الله وبين هذا العبد يسأله الله فيما قاتلت قال قاتلت في سبيلك قال كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع عشان يمدحونك الناس وقد مدحوك يلا راح خل للناس تنفعهم بينما لو كان صادقا الشهيد من أعظم المنازل عند الله يمرضيه والخصالة التي يعطاها كثيرة عندما يكون صادق الله عز وجل لا يخفى عليه شيء الثالث من هو قال الذي ينشق ما له الصدق المتصدق يؤتى به فيرمى في الله عندما يكون المتصدق صادق ومخلص لله ما الذي يحدث له يقبل الله تعالى صدقته بيمينه فينميها حتى يظله في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله هذا متى عندما يصدق لكن إذا النية مشروكة وفيها ما فيها يسأله الله فيما تصدقت إيش تصدق فيقول يا رب تصدقت وأنفقت لأن الناس فيقول له الله كذبت إنما تصدقت ليقال كريم أو المحسن الكبير أو الرجل الذي ليس له مثيل في صدقته إذن يا إخوة الإخلاص أمر خطير ومن لطف الله أنه يعلم سبحانه وتعالى خفايا الأمور خفايا الأمور أيضا يا إخوة مثل ما أنه الإنسان يكون عليه أيضا له فالعكس الشخص المظلوم مثلا قد يقف إنثنين في المحكمة أمام القاضي قاضي الدنيا طبعا فعندما يقفون أمام قاضي الدنيا قاضي الدنيا يحكم بالظاهر هذا جاب شهود زور جاب السكوك مزورة جاب كذب خدع أخذ حقه بالمكر والحيلة خلاص هو انتصر الآن صحيح إذا جاء يوم القيامة تنصب محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ينقوم وشهودها يوم تشهد عليهم إيش ألسنتهم أيديهم أرجلهم بل حتى الجلود تشهد والأرض تشهد والملك يشهد كل هؤلاء شهود ينطقهم الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والقاضي هو الله جل لا ظلم ولا رشوة ولا خداع ولا كذب ولذلك حتى هذا الإنسان الذي أخذ حقه لا يخاف الله لطيف يحفظ حقه يوم القيامة ولا يضيعه فإلى كل مظلوم لا تخاف لا تخاف الله موجود الله مطلع ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمين إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبس فيا من ظلم لا تخاف ربك موجود فلتأملوا معي هذه الآيات يا إخوة يومئذ يتبعون الداعي لاعي وجله متى هذا هذا يوم القيامة يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لاعي وجله الله يا إخوان تخيلوا المشد الجبال الجبال لا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله يعني ما يسمح له الله ما رح يتكلم ما أضعف الإنسان يضعف في ذاك الموقف لكن ما يقول الله بعدها قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اللي يجي ذاك اليوم وقد ظلم ظلم زوجه ظلم عامل ظلم خادمة في المنزل ظلم إنسان في تعامله أخذ حق ضعيف ظلم يتيم ينتبه لنفسه لا أزمن أنتبه لنفسه لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده فيأخذ حق الشات الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا تنطح التي قرأتها في الدنيا لماذا؟ لكي كل إنسان وكل بهيمة وكل مخلوق يأخذ حقه كاملا إذن هذا هو المعنى الأول من معاني اللطيف أي الذي يعلم خفايا الأمور فلذلك أنت ماذا تستفيد من هذا المعنى الأول؟ أنك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صاد لا تظن أن ما تخفيه يخفى على الله فالله عز وجل عليم بكل شيء ألا يعلم من خلق وهو إيش؟ وهو اللطيف الخبير قال الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فأسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمه هذا المعنى الأول المعنى الثاني هو تدبير أمور الخلائق بلطف بهدوء بهدوء ما يشعروا حين أنت الآن كإنسان قلبك هذا اللي يتحرك أكثر من ثمانين نبضة في الدقيق هل أنت اللي تتصرف فيه؟ ما تتصرف من قاعد يدبر لك هذا القلب؟ الله لكي تعيس من ذلك هذا الهواء الذي تتنفسه من يأتي به إلا الله هذا اللطف هذا تدبير الله عز وجل عينك هذا اللي تشوف فيه وأذنك ولسانك وجوارحك كليتك هذه اللي قاعدة تغسل دمك كل يوم هذا كله من لطف الله يدبر الله عز وجل حياتك ومع اللطف خبرة والتدبير هذا عجيب في حياتنا ولذلك سأعطيكم بعض الأمثلة لكي تروا عظمة الله في تدبيرهم الله عز وجل عندما يريد أن يوصلك إلى أمر ما ويتولى هو أمرك يريدك العجب مثال موسى عليه الصلاة والسلام شوفوا هذا مثال يا إخواني جميل موسى عليه الصلاة والسلام ولد في سنة كان فرعون يقتل فيها الأبناء صحيح؟ لماذا؟ لأنه رأى رؤيا أن فيه غلام من بني إسرائيل سوف يقتله ويأخذ ملكه فبدأ يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة في السنة اللي كان يقتل فيها الأطفال ولد موسى مصيبة صح لله؟ من يسكت البزر؟ والحرس يدورون مجرد ما يسمعون فيه طفل يأتون يفتشون إن كانه ولد قتلوه إن كانه ابنت خلوه فلما ولدت خافت على ابنها فيوحي ربنا عز وجل إليه إنك لا تخافين عن أبي إن رادوه إليك وجاعروه من المرسلين لا تخافين ابنك هذا لن يموت الآن أصبح عندها ثقة باللعز إيش اللي حصل الآن نجي للتدبير نجي للتدبير في شيء ظاهر أمام الأم إنه قدامها ولدها يبكي أين التدبير؟ هناك في بيت فرعون يزوج ربنا فرعون على امرأة ويحبها حبا شديدا الله يجعل هذه المرأة عقيم لا تنجي بالأولاد فتتمنى الولد شوية التدبير؟ من هناك بعيد التدبير ما هو أمام عينك ثم بعد ذلك يوحي الله لهذه الأم إنك ضعي ابنك في التابوت ورضعيه وإذا خفت عليها لقيه في اليم فتبدأ ترضع ولدها ثم تحطه في سرير صغير كذا وتربطه بحبل فلما الله عز وجل هناك جهز الأم وجهز المرأة هناك وخلاص كل شيء جاهز أطلق الله الحال فتبدأ هي تنظر إلى ابنها وهو يمشي في هذا التابوت يسوقه الماء إلى وين؟ إلى قصر الذي يقتل الأطفال في بيوت أمهاته وإن كادت لتبدي به أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبها بالله تخيل يعني يخاف على ولدها عندها صحيح؟ الآن ابنها يذهب إلى بيت الطاغية فلما يأتي الطفل هناك يجده الحرس أول شيء ألقيت عليك محبة مني من يتصرف في قلوب الناس؟ هذا تدفير الله هذا اللطف فمجرد ما أن يرونه يحبونه ثم يحرم عليه المراضع فيبحثون عن من يرضعه فلا يقبل أي ثدي إلا فدي أمه فتأتي الأم إلى بيت فرعون الطاغية وترضع ابنها تحت حراسة فرعون وتأخذ أجر على ذلك أيضا من الذي انتصر؟ الله جل جل ولذلك النشأ في قصره وهو قاعد يلبح لولا أدناك في بيوتهم وهو ما يدري إن الذي سيقتله هو بين يديه جارس ربي هذا هو النطف تدوير الله عز وجل مثال ثاني يوسف عليه الصلاة الله عز وجل أراد أن يكون يوسف عزيز لمصر يعني ملك لمصر لكن يوسف يعيش في البادية في الشام وين هو وين مصر ويعيش مع البدو في قرية أهله كلهم في البدو يعقوب أبناءه كلهم في البدو فكيف يؤتي بهذا ليوصله إلى الملك؟ لابد فيه تسلسل بعض الأحداث أول أمر يوحي فيه الله عز وجل أو يبدأ تدبير الله بأن يرى يوسف رؤية فيقصها على أبيه فيفهم الأب من هذه الرؤية أن ابنه لن يموت لن يموت قريبا فيطبع إن الأب إن ابنه حي ما رح يموت عشان إيش؟ عشان يلتاه إني أرى يعني يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجني هذه الرؤية مت رآها يوسفه طفل همس بها بإذن أبيه الأب الآن علم أن هناك أمر يخطط له ولكن أيضا هو يعلم أن ابنه لن يموت حتى تتحقق الرؤية الآن أصبح عنده نوع من الراحة يعقوب أخذ الولد طيب من أجل أن يصل إلى مصر يرمونه في بئر لأن في قافلة ستأتي بعد شوي القافلة هذه يبغون موية وسيذهبون إلى مصر فيوصله معهم لكن يوصله مملوكا لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى جلد ما رأيكم له أن يوسف استمر بين قومه شاب جميل مع هالبدو الذين لم يصلوا إلى ملك مصر وعاش في مكانه هل سيصل إلى ما وصل إليه في هذا المقام العالي؟ لكن هذا تجبير الله يؤخذ يرمى في البير يؤخذ يباع كما يباع العبيد ثم يكبر ثم يبتلى في دينه ثم يطلب من الله عز وجل أن يسجن ربي السجن أحب إليه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فيسجن طيب الآن هو في السجن كيف يصل إلى ملك مصر؟ يرى ملك مصر رؤية فلا يفسرها إلا يوسف فالرؤية في المرة الأولى طمنت الأب يعقوب والرؤية في المرة الثانية أوصلت يوسف إلى ملك مصر من يتصرف بالرؤية؟ الله سبحانه هذا هو التدبيد يعني أنت تلقاك ماشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى أمور أنت ما تشعر فيها يمهد فيها حياتك في رزقك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لميشه تلقاك أنت مثلا الآن ماشي في درب واشتريت لك بضاعة هذه البضاعة التي وصلتك من الذي أتى بها من آخر الدنيا؟ وحماها في السفن التي حملتها ثم مرت على من دولة إلى دولة ثم مرت على الجمارك ثم مرت حتى وصلت إلى التجار وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت إليك لكي تبيحها وتشتيحها أنت ما تفكر إلا بالفلوس التي دفعتها ثم بعت فيها طيب من دبر هذا كله لك إلا الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير مصر دعونا أعطيكم قصة عجيبة يا أخوة حدثت لشاب أعرفه واتصلت لي أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي وقلت هذا اللي صار معاقل نعم هذا شاب كان يعني دائما يخدم المعاقين يحب يخدمه كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لهذا ويخدم هذا وحريص جدا على المعاقين دخل عليه في يوم من الأيام وقال لي يا شيخ أنا معي ورم خطير في الرقبة ادعي لي فأنا الآن رايح بس أودع أهلي هم من أهل جيزان قال أودع أهلي في جيزان وأرجع ثم أدخل عملي لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا وقد أصاب بشلل مدى الحياة ادعي لي يا شيخ أسأل الله لك التوفي وإن شاء الله ربي يحفظك ما هو بحينا لنه شوفيش اللي صار لهذا الشيخ ركب سيارته كان شاريها جديدة وانطلق على زيارة أهله لجيزان ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث ضمن ستة أشخاص هو ما الذي حدث له طلعت حديدة فضربته مع رقبته محل الورمة ضربته ودخل في غيبوبة استمر في الغيبوبة سنة كاملة فقد السمع فقد البصر فقد النطق أصبح مشلول وهو سنة كاملة في غيبوبة بعد سنة رجع له السمع بدأ الجسم ينبت من جديد سبحانه شوي رجعت له الذاكرة كان فقد الذاكرة رجعت له الذاكرة بدأ يبصر لكنه مشلول أصيب بنزيف حاد جدا بدأ الدم يصب منه صبا فكان هذا النزيف سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك أعضاؤه سبحانه ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي عنده نوع من لعاقة لكنه يمشي ما الذي حدث الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورم الذي كان موجود في الرقب وشفاه الله ودبر الله حياته والآن هو طيب ورحيم من دبر هذا هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث هذا هو الحادث هذا هو تدبير الله هذا لطف الله إخوان يقص علينا أحد الإخوة قصة عجيبة كان فيه عمارة فيها منور تعرفون المنور وكان دائماً المطر يأتي وفيه تصريف جيد في هذا المنور يوم من الأيام أغلق هذا المنور تسكر ونزل مطر غزيغ فبدأت المواية ترتفع 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 وتخبرون المناور غالباً يكون فيها قاذورات ومخلفات وإله فدخلت القاذورات هذه على مطبخ أحد البيوت فلما قاموا الصبح حسيني نظفون وجدوا أن هناك قطعة من البلاستيك ملفوفة مربوطة ربط فقالوا هذي من طبيعي أخذوها وذهبوا بها إلى إمام المسجد لما نظر لها قال هذا سحر واضح أنه سحر ذهبوا به لمن يفكوا قرأوا عليه الرقية وفكوه وانتهى الموضوع من هو المسحور قد يكون المسحور دعا دعوة وقال يا رب اشفني فيدبر الله عز وجل البطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور ومحدر عنه حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونه فينقذهم الله عز وجل إذن يا إخواني ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا فنفق بالله سبحانه وتعالى يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت فما المطلوب منك إذن خلاصة ما مضى المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله فهو لا تخفى عليه الخوان هذا واحد اثنين دائماً أرفعي ذيك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري دبر حياتي اللهم ملقي علي محبة منك اللهم اصنعني على عينك اللهم اجعلني مباركاً إلى ما كنت والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه لتجد العجب العجاب في حياتك في رزقك في صحاتك في كل أمور حياتك بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان أنت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجأ إليه دائماً وتصلح ما بينك وبينه لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس ومن يتق الله إيش يجعل له مخرجاً هذه قاعدة تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان بس اتق الله راقب الله أصلح ما بينك وبين الله واطلب الله حسن التدريب وأبشر بالخير فالله لطيف بعباده أيها الإخوة الكرام وكما قلنا سابقاً ما أجمل الحديث عن الله عز وجل عن أسمائه عن صفاته لأن من تأمل في هذه الأسماء العظام والصفات العظام فإنه سيجد العجب العجاب في حياته من حلم الله وصبر الله وكرم الله وقوة الله وعطاء الله ولطف الله وحديثنا اليوم هو حديث عن صفة من صفاته وإسم من أسمائه اسم لم يرد في القرآن لكن الصفة وردت ودلائلها لا حصر لها ولا نهاية دلائلها يعني التي تدل عليها كثيراً في القرآن الكريم الصبور الصبور ولولا صبر الله على عباده لهلك الناس والله لكنه رحيم حليم يصبر ويعفو ويغفر ويفتح الأبواب للتائبين ويبسط الآياد للسائلين لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرحم العباد ولم يخلقهم ليعذبهم جل جلاله الصبور يا إخوة معناه هو الذي لا يعجل العقوبة على مستحق العقوبة الذي لا يعجل العقوبة على مستحق العقوبة هذا معنى الصبور وهذا واضح في تعامل الله عز وجل مع العباد اسمعوا إلى قول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا اسمع الكلام قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسلّى فإذا جاء أجلهم إذا جوا هناك عند الله عز وجل ووقفوا بين دي الله ختم الكلمة أو ختم الآية قال فَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وأعرف بماذا يفعلون وبماذا يقولون وماذا كانوا يعملون وكل شيء كنا نحصيه إذن لو أن الله عز وجل يا كرام فعلاً يحاسب العباد على أخطائهم والله لا يمكن أن يبقى على وجه الأرض أحد كم من الآن اللحظة هذه كم من إنسان يدعي أن لله ولد كم والله عز وجل يقول يؤذيني بن آدم ما هي أذيته لله عز وجل قال يدعي أن لولده والله الذي يقول قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد كم هم الذين الآن على وجه الأرض يدعون أن لله ولد كم هم الذين يكفرون بالله كلية ولا يؤمنون به يعبدون صنماً أو يعبدون بقرةً أو يعبدون أكرمكم الله حتى فرجاً كفر بالله عز وجل كم هم وكم هم الذين فعلاً على دين الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ومع ذلك هل سمعتم خسفاً في شرق الأرض أو في غرب الأرض أو جاءت صاعقة فمحت الناس أم أنهم يرفلون بنعم الله عز وجل لماذا؟ لأن الله عز وجل صبور صبوراً على عباده وربنا عز وجل أجابنا بآية ليشرح لنا لماذا هو يصبر على العباد وانتبه لهذه النقطة لماذا الله يصبر على الظالم وهو يستطيع أن ينتقم منه شوف يا جماعة في شخص يصبر لأنه لا يستطيع أن ينتظر وفي شخص يصبر لأنه ليس بيده لا حول لقوة لكن هل الله عز وجل يعجزه شيء في الأرض أو في السماء؟ أبداً ومع ذلك يصبر لماذا يا رب؟ قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ما هي الكلمة التي سبقت من الله؟ قال إن رحمتي سبقت غضب ولذلك لا يجري الغضب جل جلاله إلا بعد أن يمهل ويفتح الباب للرحمات فيرسل الرسل وينزل الكتب ويفتح الآفاق ويضع المواسم خلف المواسم من أجل أن يتوب العباد لماذا؟ لأن الله لا يستعجل بالعذاب جل جلاله وهذا من شدة رحمته وفعلاً يا إخوة كم من أقوام عاندوا فصبر عليهم أنبياؤهم ثم عادوا وكم من أقوام لما لم يعودوا انتقم الله منه مثل ما قرأ إمامنا حفظه الله قصة نوح مع ابنه ونوح هذا النبي العظيم الذي ضرب أروع أنواع أمثلة الصبر أيوب يضرب فيه المثل بصبره أليس كذلك؟ كم صبر على الأذى ست عشر سنة نبي الله صبر ست عشر سنة على الأذى نوح كم صبر يا أخوان تسعمية خمسين سنة هو يصبر على المستهترين الذين كانوا يمرون عليه فيقولون يسخرون منه عندما يرونه نصنع السفينة فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا ونوح الذي كانت زوجته وابنه ليسوا على دينه ومع ذلك صابر في دعوته ونوح الذي أمضى قرابة الألف سنة يدعو الناس وما آمن معه إلا القليل ونوح الذي يرى ابنه يغرق أمام عينيه ويصبر لله ولا يجزع ولا يغضب عن الله بل إنه عندما يناجي ربه إن ابني من أهلي فيقول الله له إنه ليس من أهلك فلذلك يصبر ويرضى بقضاء الله ثم بعد ذلك بعد أن يقص الله لنا قصة نوح يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين والله لا يمكن أبدا أن يخذل عبد صبرا لله عز وجل أبدا لأن هذا الدين مبني على الصبر ومن هنا نستقي الدلالة العظمى في تعلم اسم الله الصبور أن يكون له أثر في حياتنا في الصبر تأمل صبر الله على خلقه ثم اجعل لهذا الأمر أثر في حياتك أثر في دينك أنت دينك عندما تحافظ عليه ماذا يقول الله لك يقول فاصبر نفسك اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي ربنا عز وجل يطب منك أنك تصبر نفسك مع الصالحين مع الذين يصلون بالليل والنهار في بيوت الله مع الذين يرفضون المنكر ويفعلون الطاعة اصبر نفسك معهم لماذا لأن العاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا فاعلم أنها مبنية على الصبر كلنا مجبولون على حب المال أليس كذلك ومع ذلك يقول لك لا تأكل الحرام مع أنك تحب المال قذف في قلبك حب المال ثم قال لك هذا الدنيا قدامك تستطيع أنك تصرق وتغش وترابي فإن صبرت ظفرت كلنا مجبولون على حب الشهوة فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا كلنا مجبولون على الحرام على النوم نحب النوم ثم يأتيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل يأمرك أنك تقطع نومك فتأتي لماذا لأن الدين يحتاج إلى صبر ما في شيئة بلاش لازم تصبر لازم أن يرى الله منك الصبر ولذلك مع الصبر تفلح يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله عز وجل يصبر وأيضاً في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقل شوف يا أخوان في صبر بلا عقاب هذا اسم حلم ليس اسم صبر صبر بلا عقاب هذا اسم حلم ليس صبر وهذا لا يريق بالله عز وجل كيف الآن مثلاً لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلاً هذا الذي يعيث في الأرض شراً وفساداً وينشر الرذيل في كل مكان ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب هل هذا عدل لا يمكن لكن الله عز وجل يمهلهم ولذلك ماذا يقول للكافرين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إذن يا محمد لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له لا يغرنك فهو قليلاً ثم سيعود إلى جهنم وإلى الظالم الظالم ماذا يقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمين هذا الشخص الذي يظلم ويبطش وغره ملكه غره جنوده غره زبانيته غره المرجفون حوله وبدأ يظلم ويبطش سواء كان حاكماً أو حتى ولو كان فرداً بسيطاً في بيته يظلم ويبطش يستغل قوة لا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار وحتى المتكبر الذي يراه الله عز وجل وهو يتكبر على عباده ويستهزئ بهم ويراهم نظرة السخرية يقول له الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثواً للمتكبرين والذي يستهزئ حتى في دين الله والذي يعيش على معاص الله يقول الله عز وجل انتبه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إذن الله عز وجل يصبر لكن في نهاية الصبر هناك حساب وهذا هو عدل الله عز وجل أن الله يمهي للعبد يصبر على العبد يفتح له الفرص لعله أن يتوب ولذلك يا إخواني إذا رأيتم صبر الله على الظلمة وعلى الطغاة وعلى المجرمين لا تظن أن هذا عجز من الله عز وجل لا تعالى الله لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا عبد ضعيف قد خدعه الشيطان وخدعته نفسه قد يتوب في آخر لحظة فيدخله الله الجنة ربي عز وجل لا يحب أن يعذب العبادة طيب حقوق الناس والناس المظلومة لا يمكن أن يضيع عند الله شيء لكن هذا ينجو من النار وعند الله تجتمع الخصوم وكل إنسان سيأخذ حقه بالكامل لكن ربي لا يحب أن يعذب عبادة إذن يا إخواني أولاً نعلم ما معنى الصبور هو الذي يؤخر العاقبة على الذين يستحقون العقوبة الذي يؤخر العقاب على من يستحق العقوبة الثانية اعلم أن صبر الله ليس نهايته لا شيء لا كل صبر له نهاية عادلة سواء كان مع المتكبر أو مع الكافر أو مع الظالم وهذا تمام عدل الله عز وجل مسألة الثالثة اصبر نفسك على دين الله لتنال الخير ولتنال ما عند الله عز وجل من الخير والإحسان واسمع لهذا الحديث علشان إذا جيت تصل الفجر في هذا البرد تركت النوم وأتيت إلى بيته تعلم أنه حقك لا يضيع عند الله عز وجل إذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون ثم وقفت بين يدي الحي القيوم لا تظن أن الله عز وجل يضيع هذا الأمر إذا رأيت الناس صدت عن دين الله وأن ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك لا يضيع هذا عند الله اسمع لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة يحبهم الله يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم يا أخي يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته من هم يا رسول الله أما الأول فرجر خرج في غزوة للجهات فرجع الناس إلا هو صابر وقف يدافع عن دين الله هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله والله لا يخذر وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور والله إن النيران تصليهم من كل مكان وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم لا يخذرون من خلفهم هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل من هو الثاني يا رسول الله قال الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين دين الله عز وجل الله أكبر أيهم أعظم صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل الفجر أعظم فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر أيضا أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم وأما الثالث فرجل سافر مع قوم والسفر تعب وجهد فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا قام هو يصل بين يدي الله عز وجل ترك الراحة من أجل أن يضل الله عز وجل انظر ما هي عاقبة الصبر أن يضحك الله إليهم ويستبشر بهم وينظر إليهم جل جلاله إذن يا إخوة لازم نصبر على الطاعة لأن الصبر على الطاعة يرفع مقامنا عند الله عز وجل نصبر حتى فلا نؤذي الله هل نؤذي الله؟ نعم نؤذي الله عندما نسب الدهر كم من إنسان يسب اليوم الذي رأىك فيه أو الساعة التي رأىك فيها أنت هنا تؤذي الله عز وجل فلا تؤذي الله بهذا الكلام اصبر اصبر نفسك عن هذا الأمر لأنه يغضب الله عز وجل إذن هذا المبحث الرابع وهو الصبر على مرضات الله اصبر يا كرام فوالله إن مع الصبر الغن مع الصبر الفوز هذه التقوى ليست شيء نشتريه الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني رقة القلب الهداية هذه كرامة من الله عز وجل لا يعطيها الله عز وجل إلا من يستحقون ومن أجل أن تصل إلى لذة الدين ولذة الإيمان وإلى الثبات على طاعة الله لازم أن تصبر على صلاتك وعلى طاعتك وعلى ترك المنكر وفعل الطاعة هو مصابرة الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين إذن الموضوع احتاج إلى صبر ولكن من صبر ظفر بإذن الله عز وجل أيضا يا إخوة نريد الصبر في أخلاقنا في تعاملاتنا في تعاملاتنا مع الناس عندما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصني قال لا تغضب أمسك نفسك عن الغضب وليس الشديد بالسرعة ما هو الشديد اللي يضرب الناس الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب لماذا أن الموضوع يحتاج إلى صبر أصبر مع زوجتك عندك زوجة مثلا متعبة مزعجة أصبر عليها يا أخي أن ترضى منها خلقا تكره خلق ترضى خلق آخر أصبر أصبر أيضا المرأة نفسها التي تقع في زوج ظالم أو زوج عنده مشاكل أصبري واحتسبي رحمة بأطفالك سترا لعرضك سترا لوالديك لماذا لأن المرأة الصابرة لها الثواب العظيم عند الله عز وجل الصبر يا إخوة نريد حتى مع أولادنا بعض الناس إذا أخطى ابنه دعا عليه الليل والنهر وسبه بكل أنواع السباب لا يا أخي لا تدعو على ابنك قد تصطر منك دعوة تكسر فيها ظهر ابنك أنت ما تشعر امسك نفسك يا أخي واصبر اصبر في تعاملك مع الناس إذا قابلت الناس يعني الذي يقول نبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كيف تريد العز وتريد الوجاهة وتريد الجاه وتريد المكانة وأنت لا تصبر لازم تصبر الصبر هذا مطلوب يا إخوة في التعامل مع الناس كما أنه مطلوب في العبادة الصبر عند الأقدار وهنا رسالة أوجهها لكل مبتلة إذا ابتليت فاصبر إذا ابتليت فاصبر إذا جاءك الله بمرض مزمن كإعاقة مرض كلا مرض أي أمر ما أكثر الأمر لو تذهبون إلى المستشفيات لعرفتم النعمة التي تعيشون فيها أصبر لماذا؟ لأن الله قال لكلمة عظيمة قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويوم القيامة يود أهل العافية لو يرجعون إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من شدة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء إذن اصبر يا صاحب البلاء يا من أبتليت ثم بإعاقة ولا بمرض اصبر اصبر فوالله إن الله أرحم بك من نفسك والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبتليك بشيء إلا لحكمة يعلمك ربي عز وجل ماذا يقول؟ يقول وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ خلونا نشرح لكم الآية كلها نأخذها من بعض شوفوا جمال الآية لما يقرن لك الله عز وجل الصبر بأعظم عبادة لما يقرن الله عز وجل الصبر بالصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من؟ مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون ثم ماذا قال الله؟ قالوا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِإِيش؟ هل قال بالخوف؟ والجوع؟ قال بشيء ما معنى كلمة بشيء؟ يعني ما بدائم خايف أنت يجيك خوف بعض الأحيان صحيح؟ لكن معظم الأيام آمن وبشيء من الجوع معظم الأيام شبعان يا يا جاك شوي جوع والمرض معظم الأيام أنت صحيح لكن يجيك شوي مرض إذن الله عز وجل من رحمته أنه ما يجعل حياتك كلها بلى إن أخذ منك شيء أعطاك شيء أخرى لا يمكن هذا هو من رحمة الله ولو تأملت في نفسك يا المبتلى لوجدت عندك مشكلة واحدة لكن عندك خيرات كثيرات وما أعظم وأجمل الإنسان عندما ينظر إلى بلاء إلا على أنه عطاء هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل عندما يراك الله وهو يبتليك فترضى فأبشر بالخير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابري بشر من المبشر الله جل جلاله الذين إذا أصابتهم مصيدة قالوا إنا لله وإنا إليه رجع وهنا دلالة أو يعني اقتباس جميل ما هي الآية التي بعد هذه تعرفونها قال الله إن الصفى والبروة من شعائل الله يعني الآن قاعد الله عز وجل يتكلم لك عن الصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفى والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر يعني هذه الآية جت هنا وكأنها تذكرنا بأعظم من ابتلي بإبراهيم الخليل وابنه وأمه الذين رماهم في وسط الصحراء استجابة لله وصبر صبر وجل المرأة تركض ما بين الصفى والمرأة أم إسماعيل ربط ترى ربط جميلة إخوة بين هذه الآية والتي قبلها إذن المهم يا أيها المبتلى أصبر وأبشر بالعاقبة من الله عز وجل بس أهم شيء الرضا أيضا يا إخوة إلى كل من مات له قريب رسالة إلى كل من مات له قريب أو حبيب هل الموت شر؟ هل الموت كل شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروحه؟ خلاص ينسى؟ أم أنه يذهب إلى الله عز وجل إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك مدام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فبشر بالخير يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت شفاعتي أوجبت شفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله أنت ستبكي على ثراقه نعم لكن الروح هناك منعمة فلذلك الموت ليس كل شر الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك الطفل أحياناً قد يبتليه الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخار وأحياناً أحياناً للإنسان يكون في قوة شبابه وعنفواني ثم يكتب له الله الموت ثم يكتب له الله الموت لماذا؟ رزقه الله بابن تعرفون الإنسان لما يكون كبير في السن ومحروم من أولاد ثم يرزق بطفل سيتعلق فيه تعلق شديد وفعلاً أحب هذا الغلام أحبه حتى صار هذا الغلام يعني عمره سنتين أو ما يقاربها إخلاص في قمة الحب وقمة تعلق الأب بابنه مات هذا الأب بين يديه فحزن حزناً شديداً وكتب مرثية من أعظم وأجمل مراث العرب وقرأوها واسمعوها طويلة يقول فيها حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين يرى الإنسان فيها مخبراً حتى يرى خبراً من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري يعني يقول اللي يبغى الدنيا صافية مثل الذي يبحث عن النار في وسط البحر قصيدة طويلة ابحثوا عنها وقرؤوها واسمعوها المهم ما الشاهد بعد أيام مات هذا الرجل فرآه أحد الناس في المنام فقال ما فعل الله بك يا أبا الحسن فقال غفر لي وأدخل للجنة قال بماذا؟ قال ببيتي شعر قلتهم في تلك القصيدة ما هم البيتان؟ قال يخاطب ابنه قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري هذا الابن وره رحيل الله فهو في جوار الله إذن إذا أبوك الذي مات أمك أخوك أختك زوجتك الغالي عليك هو ذهب إلى الله مدام أنه مات على لا إله إلا الله فلذلك اصبر اصبر فالله عز وجل لا يضيع أبدا أبدا أجر الصابرين إن كل عبادة يا إخوة مبنية على الصبر لا حد لأجره مثل إيش؟ مثل مثلا الصيام الصيام هو الصبر صح أو لا؟ صبر النفس عن الشهوات وعن المحرمات وعن المآكل وعن المشارب ماذا له عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا ماذا؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أنه عندما يقف العبد يؤخذ من حسناته يوم القيامة فيؤخذ من كل الأعمال لما يصيرني للصوم يقول الله هذا لي لا تأخذوا منه إذن صومك مرصوت ولا يضيع عند الله عز وجل لماذا؟ مبني على الصبر والله يقول إنما يوفو الصابرون أجرم بغير حساب الحج في صبر لا لا وتعب وبذل الحج المبرور ليس له جزان إلا إيش؟ إلا الجنة ما له جزان إلا الجنة لماذا؟ مبني على الصبر وهكذا كل العبادات لما تصبر فإنما آلها إلى الجنة بقي أن أقول إذا دخل أهل الجنة الجنة تخاطبه الملائكة بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذن يا إخوة فلنتعلم الصبر في حياتنا ونحاول أن نتعود على هذه الفضيلة العظيمة فنصبر عما لا يرضي الله ونصبر على طاعة الله ونصبر على أقدار الله ونصبر على الناس والتعامل معهم إن من رزق الصبر فقد رزق الخير الكثير أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر ونجعلنا من الصابرين الشاكرين أريد اليوم أن أحدثكم عن اسم جميل من أسماء الله اسم يبعث الأمل في النفوس اسم إذا فهمناه علمنا عظيم فضل الله عز وجل اسم من أسماء الجمال لأننا قلنا سابقاً أن هناك أسماء جمال وأسماء جلال وهذا الاسم من أجملها إنه العفو اسم وصفة لله عز وجل العفو الذي يكرم عباده بعفوه فمهما أخطأ العباد فإن أمامهم رب الرحيم يغفر الذنب ويبسط يديه لكل سائل فتح أبوابه للسائلين وبسط يداه للسائلين وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإذا أردت يا أخي الكريم أن تعرف عظمة العفو إذا أردت أن تعرف هذه الصفة العظيمة التي هي ذخر لك إذا أنت عشت على ما يرضيه ومت على ما يرضيه فانتقل معي إلى يوم القيامة ركزوا معي يا إخوة لكي نعرف عظيم صفة العفو من الله عز وجل في يوم القيامة أمامنا يوم طويل سيبدأ مجرد أن نموت يعني يمكن الليلة يمكن بكرة يمكن بعد سنة ما تدري ما بينك وبين القيامة إلا أن تموت بس هل الموت بعيد يا أخوان الموت ما هو بعيد سأل الله أن يثبتنا قوله آمين وأن لا يعني يخذنا في ذلك الموقف لأننا محتاجون لله فلنرحل إلى الآخرة لنعرف معنا اسم العفو إذا كان يوم القيامة واجتمعت البشرية كلها وتخيل البشر كلهم يقفون في صف واحد في أرض المحشر ويأتي ربنا جل جلاله مجيء يليق بجلاله وعظمته قال عن هذا الأمر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم هناك سوف تنصب محكمة عظيمة محكمة الجنود فيها ملائكة لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يمرهم والشهود فيها تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون والقاضي هو الله جل جلاله هناك سوف تنادى أنت بإسمك يا فلان بن فلان قم فإذا وقفت أمام الله ثم قيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ففتحت الكتاب فإذا بك ترى كل أعمالك التي قدمتها هل تذكرون يا إخوة أين كنا قبل عشر سنوات قبل خمس سنوات قبل سنة وشهرين وأربعة أيام أين كنا لا ندري لكنه كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى فعندما نقرأ فإذا هناك أشياء كثيرة نحن نسيناها لكن الله أحصاه هناك كم نحن محتاجون لعفو الله ورحمته لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب فقد هلك الذي يحاسب والله يهلك يا إخوة أما المؤمن فحسابه يسير ولما عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف يكون الحساب قال إنه ليس الحساب يا عائشة إنه العرض أتعلم يا مؤمن إذا أراد الله أن يعفو عنك ماذا يفعل فيك يضع عليك كنفه ستره فلا يراك أحد إلا هو جل جلاله ثم يقول انظر إلى كتابك أتذكر يوم كذا وكذا يوم تفعل كذا وكذا وتقول كذا وكذا وتجلس مع كذا وكذا تذكر ذلك الذي بعته وذلك الذي اشتريته وذلك الذي أكلته وذلك المجلس الذي جلسته تقرأ 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 حتى تكاد تهلك لأنه مصيبة ما ترى أمامك مصيبة فيها أشياء كثيرة أخطاء والموقف عجيب أنت بعينك شفت أبوك آدم لما ذهبت البشرية كلها تقول يا آدم اشفع لنا عند الله فقال إني أخطأت خطأا واحدا وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله فماذا سنفعل نحن ونحن نقرأ الكتب وهي مليئة بالأخطاء كم اغتبنا وكم كذبنا وكم وكم العفو أين هو عندما يقول لك الله عز وجل أنه رأى منك التوبة ورأى منك الصدق ورأى منك التوحيد ورأى منك الإنابة فأراد أن يتفضل عليك بفضله جل جلاله يقول أرأيت هذا كله لقد أبدلناه كله إلى حسنات عفونا عنك هذا هو العفو ما هي فرحتك يوم أن يقال لك خذ كتابك فتأخذ كتابك فتحمله بيمينك فتخرج للناس الذين أنت حجبت عنهم ما رأوك لأن الله سترك بسدره ثم تصيح فيهم وتقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي هذه فرحتك بعفو الله عز وجل هذا هو عفو الله لماذا عفو الله لأنه يحب العفو يحب العفو ولذلك افرح بربك وقل الحمد لله أني عبد لله وأن الذي سيحاسبني يوم القيامة هو الله لو قيل لك الذي سيحاسبك أمك أو ربك إذا قيل لك أمك ستطمئن فكيف بربك الذي رحمته وسعت كل شيء جل جلاله هذا هو العفو إذن يا إخوة الله عفو يحب العفو ويحب أن يتفضل على عباده ويحب أن يعفو عنهم ولذلك كان من أعظم وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر التي تشهدها الملائكة وهي خير من ألف شهر اللهم إنك إيش عفو تحب العفو فعفو عنهم هذا أعظم دعاء لماذا؟ لأن ليس هناك أجمل من العفو أن يعفو الله عنك فيا أخوان الكرام هذا العفو تعلمه الأنبياء لما عرفوا هذا الاسم جعلوه خلق من أخلاقهم وأمثلتهم كثيرة نأخذ مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل فيه إخوانه يا إخواني؟ ألقوه في الجب ألقوه في البير لما ألقوه في البير ليش ألقوه؟ من أجل أن يموت صحيح؟ وهذه الرحلة بدأ آلامها منذ أن كان صغيرا ثم أخذ ثم بيع كما يباع العبيد وهو حر نبي كريم ثم بعد ذلك يكبر ثم يدخل السجن ثم يبتل في دينه ثم تبتل في الشهوات مصائب خلف مصائب ومع ذلك لما تمكن ومكنه الله عز وجل وأصبح هو عزيز مصر يأتي إليه إخوانه فيعرفهم وهم لا يعرفونه فيقول لهم كريمة ما قال أنتم اللي فعلتم وانا بنتقم الآن وهذه فرصتي وهذا الآن فرصة أن يأنتقم لنفسي العفو يكون عند القوي ما هو الضعيف شوف الضعيف اللي ما يقدر ينتقصر لنفسه عندما يعفو ما هو مثل القوي اللي يقدر ينتصر لنفسه ثم يسامح يوسف هنا في مقاف قوة ولذلك قال لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم ناسا تسامح لماذا لأنه يحب العفو محمد صلى الله عليه وسلم طرد من مكة اوذي رجم بالحجارة وضع عليه سن الجزور نهب ماله ثم بعد ذلك لما تمكن من رقاب أهل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم لماذا؟ لأن الله عفو يحب العفو الله سبحانه وتعالى عفو ويحب أن نتصف بهذا الصفة وهذا هو الإيمان يا إخوة ما هو الإيمان بأسماء الله أن يكون لها أثر في حياتنا نحن نريد أن يعفو الله عننا فلنعفو عن النس ولذلك لك في العفو ثلاثة أحوال الحال الأول إذا ظلمك إنسان أو أخطأ عليك إنسان أن تدعو على من ظلمك ما عليك حرج لو دعوت على لظلمك ما عليك حرج لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك شيء اسمه دعوة المظلوم ولذلك لو دعوت ما عندك مشكلة لكن نأتي إلى قضية العفو والصفح والأجر ما فيه خلاص أخذت حقك انتصر الله لك انتقم الله لك من اللي ظلمك خلاص صرع عليك الأجر ما فيه أجر الأجر على العفو هذا الحال الأولى أنك تدعو فينتصر الله لك الحالة الثانية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون يعني السيئة جزاؤها سيئة مثلها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ما هي الحالة الثانية الحالة الثانية أنك تفوض الأمر لله لكنك تطالب بحقك تقول أنا ما راح أسامحك وبين وبينك الله عز وجل يأخذ حقي منك هذه الحالة الثانية هنا سوف يعطيك الله حقك لكن مقابل ماذا مقابل المظلمة أنت ظلمك مثلا بكذا تأخذ مقابله تأخذ مقابل المظلمة ذي حسنات إذن الآن هذه الحالة الثانية وهي حالة أيضا جائزة أنك تنتصر لنفسك الحالة الثالثة اللي هي الصعبة اللي ما يقدر عليها إلا الأصفياء من خلق الله إنك تقول أنا سامحته لله وأريد الثواب من الله لا أريد الثواب بمقابل هذا ماذا له اسمعوا لهذه القصة أحمد بن حنبل كان يجلد جلدا عظيما في فتنة خلق القرآن وفي آخر لحظات حياته قبل موته جاء أحد الجلدين الذين كانوا يقطعون الصياط على ظهره وطرق الباب وخرج عليه ابن الإمام فقال استسمح لي من أبيك واطلب من الإمام أحمد أن يعفو عني فقد ظلمته وأخطأت في حقه فلما دخل الإبن على أبيه قال يا أبتي هذا فلان الجلاد عند الباب يطلب منك العفو فقال الإمام قل له أني قد عفوت عنه لوجه الله لا أريد منه شيء لا دنيا ولا آخر فاستغرب عبد الله بن الإمام فقال كيف أبي بهذا البساطة فقال الله يا بني إذا كان يوم القيامة نادى منادي من كان أجره على الله فليقم أتعرف من هم الذين أجرهم على الله قال من قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله إيش الفرق بين الحالة هذه أن يكون أجرك على الله وبين الحالة التي قبلها أن يكون أجرك مقابل مظلمتك أيهم أكرم أنت أم الله عز وجل وأيهم أجزل عطاء أنت أم الله قد يكون عفوك عن هذا الإنسان سبب دخولك للجنة يمكن أعمالك كلها لا تعادل هذا العفو الذي يخرج منك فهذا هنا جمال العفو ولذلك يا إخوة أبو بكر الصديق حدثت له قصة مع مصطح بلؤثاثة مصطح هذا صحابي وحدثت اللي هي حادثة الإفك لما افتروا على عائشة رضي الله عنها مصطح فقير كان يصرف عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومصطح اتهم بنت أبو بكر اللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت في الحرام فلما ظهر الحق وتبين أن أمنا بريئة أبو بكر اتخذ موقف كلنا نتخذه قال والله لا أتصدق عليه بعد هذا اليوم خلاص أنا من أول أتصدق عليك والآن تطعني في ظهري والله لا أعطيك من الصدقة هل ننوم يا إخوة لا يلا لأنه اتهم في عرضه لكن ماذا فعل ماذا قال الله أنزل الله آية قال ولا يأت لي أولو الفضل منكم ما السعى يعني لا يحلف ولا يقسم أهل الفضل والمال أن يؤتئلوا القرب والفقراء والمهاجرين في سبيل الله ثم قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال والله أحب أن يغفر الله لي عفونا عنه وعفى عنه وأجرى له الصدقة أيضا كما كان يجريها من سابقا لماذا لأنه يعلم أن الله يحب العفو فقدم مراد الله على مراد نفسه هذا الذي نريد في حياتنا فيا مؤمن يا مؤمن يا من ترجى الثواب من الله يا من قاطعت قريبك من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة يا من قطعت أخاك أو قاطعت أختك أو الأخت التي قاطعت أخوها من أجل إرث ظلمت فيه أو ظلم فيه إلى كل إنسان أوذي من الناس وظرموه وبهتوه فأخطأ في حقه الذي فيه رسالة لكل إنسان يظن أن العفو مذلة لأن الآن إذا أردت أن تسامح يأتيك الشيطان ويقول لك كيف بس كذا تسامح وإن كرامتك وإن عزتك هذا يظلمك ويخطي عليك ويفعله كذا بس تتنازل بكل سهولة وبساطة أنا قلت لك إما أنك تدعو عليه وهذا حقك أو أنك تفوض الأمر الله وهذا حقك أو أنك تتنازل عنه لله وترجو ما عند الله ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة قال والذي نفسي بيده يقسم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة ولا زاد عبد بعفو إلا عز والله لا يمكن أن تعفو عن إنسان فيذلك الله تدروا ليش لأنك تركت مراد النفس من أجل الله عز وجل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إذن يا أحبابي العفو صفة عظيمة نحن نريد أن يعفو عننا الله يوم القيامة فنعفو عن الناس ونجعل هذا خلق خلق من أخلاقنا العفو يا إخوة من حسن الخلق وما هو أثق العمل في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق يا إخواني كلكم تعرفون الحديث رجل يأتي به يؤتى به يوم القيامة فينظر إلى أعماله فيقال ماذا لديك من عمل فيقول ما كان عندي شيء لأنني كنت أعفو عن الذين أطلبهم كان يسلف الناس فلا يستطيعون السداد فيعفو عنهم أو يؤخر لهم فقال الله له نحن أحق بذلك منك فعفى الله عنه وأدخله الجنة بسبب العفو إحواني ترى ربنا كريم ويحب من عباده أن يتلاحموا وأن يتحابوا وأن يتعاطفوا فيما بينهم والعفو من أعظم وأجمل الصفات التي تدمجنا مع بعضنا وتجعل محبتنا دائمة مستمرة لا تنظر أيها الأخوة الكرام العفو كما قلنا صفة جميلة يحبها الله فلنجعلها في حياتنا في علاقاتنا ونبشر بالخير فإن من ترك شيء لله فإن الله يعوضه خيرا منه ومن أحب ما أحبه الله فوالله لن يخذر يوم القيامة والله لتأتي يوم القيامة قد يكون ربي يسترك بسبب سترك عن فلا ويعفو عنك بسبب تجاوزك عن فلا وإذا أتيت يوم القيامة وبدأ الله عز وجل هو الذي يعطيك الأجر فعلمني ما هو حجم أجرك ما هو حجم أجرك من عند الذي خزائنه لا تنفذ أبدا فأسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وأن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا إلى أن نكون من أهل العفو والصفح ختاما أقول يا إخوة أنه ليس كل عفو محمود كيف الله قال من عفى وأصلح فإذا العفو لن يجلب إصلاح أو صلاح فهنا لا يكون محمود مثل إيش مثل شخص مثلا صدم عمل حادث سيارة مثلا وأنت ممكن تسامح وممكن لا تسمح لكنك تعلم منك لو سامحته سيصدم سيارة ثانية وثالثة لن يتأدب هنا العفو ليس محمود لأن العفو المحمود هو الذي معه إصلاح تدري أن هذا الإنسان لو عفوت عنه رح يتعدل ويصلح هنا محمود منك هذا الأمر والمذموم أن تكون أنت سبب في أذية الناس عندما تتمسك وتكون من شرار الناس إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم على النار كل سهل وليّن وليّن وقريب من الناس شفتوا الصفات ذي السهل السمح هذا يحرمه الله على النار فكن سمحا كن سهلا كن لطيفا المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كن كذلك وأبشر بالخير من الله عز وجل نتحدّث اليوم عن اسم من أسماء الله جل جلاله ألا وهو اسم الله الخبير الخبير سبحانه وتعالى هو العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الخبير هو الذي يخبر بالشيء بعلمه والخبرة أعظم من العلم لأنه لا يشترط أحيانا أن يكون العالم خبير كم من دارس درس وتعلم وأخذ الشهادات العظمى ولكنه في الحياة ضعيف هذا البشر أما ربنا جل جلاله فهو الذي خبرته ليست مستحدثة كالبشر خبرته عظيمة خبرته وعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف ولا يقدر ولذلك الإنسان يكتسب الخبرة قليلاً قليلاً فأنت ولدت جاهل لا تعرف شيء ثم تعلمت شؤون الحياة فإذا استويت وحويت العلم وأصبحت ما شاء الله عليك مرجع تموت فتدفل ولذلك أكبر مكان يجتمع فيه العلماء ما هو المقابل صح ولا لا يخوى لأنه جلس خمسين ستين سبعين سنة وهو يعمل حتى اكتسب الخبرة ثم إذا به يدفل والله ما أقبح من حياة أن يكون الإنسان عندما يجتمع لديه الخبرة والعلم ثم بعد ذلك يرحل ويترك ما تعب من أجل أن يجمع هذا البشر أما ربنا عز وجل فخبرته ليست مكتسبة يعني إيش معنى ماذا أقصد أنا عندما أقول ليست مكتسبة يعني الآن مثلا السيارات مثلا قبل أربعين سنة هل هي مثل السيارات اليوم كل سنة تتجدد صح ولا لا وتتنوع وتتطور وتتغير طيب الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام ما هو نفس الإنسان الموجود الآن هل تغير شيء هل في إنسان موديل 2020 ونسان موديل 2021 ونسان موديل 2021 وكل سنة في تحسينات وتحديثها ما يمكن أبدا لماذا لأن هذه الخبرة أن الله يتقن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الله عز وجل عندما يصنع يبدع ولذلك سبحان الله العظيم انظر إلى ما حولك لترى خبرة الله عز وجل في هذا الخلق مثلا مثلا الشمس هذه الشمس التي فورق ورؤوسناها ترى هي نفس الشمس اللي شافها آدم نفسها واللي شافها نوح واللي شافها إبراهيم وشافوها الخلق كلهم منذ أن وجدت ما تغيرت وعلى ما هي عليه وما زالت تشع من ذلك الوقت إلى أن يأذن الله أن تتكور وتذهب من مدبرها؟ هذا الله عز وجل هذا الذي أتقن هذا الصنع سبحانه وتعالى لا تقترب ولا تبتعد يقولون أهل الطبيعة والعلم أنها لو اقتربت شبر لحترقت الأرض في ثواني ولو ابتعدت قليلا لتجمدت الأرض في ثواني فمن وزنها؟ والشمس تجري لمستقر لها تمشي والقمر أيضا يجري لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبع من دبرها؟ هذا هو الله عز وجل أعطيك مثال عجيب ابنك ابنك طفلك أنت إيش دورك فيه؟ ما هو دورك في تكوين هذا الطفل؟ غير أنك إيش؟ تقذف تلك النطفة ثم تذهب أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه؟ أم نحن الخالقون؟ ما الذي كونه في بطن أمه؟ ما الذي خلقه وأنشأ فيه هذا الخلق والجهاز العصبي والتنفس والعينان والأذنان؟ ثم إذا اكتمل واكتملت الفترة خرج فإذا خرج الإنسان ما رأيكم سؤالي يا حبابي؟ لو أن الله كلفنا أن نعلم أطفالنا كيف يرضعون شو رأيكم أخونا؟ كيف بتعلم طفل رضيع؟ كيف يرضع؟ هل ممكن أحد يقدر يسوي شيء هذا؟ هذا الخبير أعطاه الله خاصية المص ولذلك الطفل الصغير أي شيء تضع في فمه يغص على طول من علمه؟ هذا هو الخبير جل جلاله ولذلك يجب أن تثق بخبرة الله يجب أن تثق بتدبير الله الذي دبر هذا الكون ودبرك أنت وأنت في رحم أمك ودبر رزقك لازم يكون عندك فيه ثقة الخبير اقترم بثلاث أسماء في القرآن كلها أجمل من بعض اقترم بماذا؟ باللطيف ما معنى اللطيف؟ اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور ويدبر أمورك بالستر بدون ما تشعر كم من أمور تدبر في حياتك أنت لا تعلمهم؟ أنت عارف كل شيء في حياتك؟ والله ما تدبر لكن هذا اللطيف واقترن بماذا؟ بالعليم الذي علمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى ما هو الاسم الثالث الذي يقترم فيه الخبير؟ الحكيم وما معنى الحكيم؟ الذي يضع الأمور في مواضعها إذن الآن اللطف والحكمة والعلم كلها تجتمع مع الخبير ثم تأتي أنه فتشكك في عطايا الله مثلا أنا هذا الذي أريد أن أصليه إخواني عندما يقول الله في كتابه وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ نَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ ليش؟ إنه بعباده إيش؟ خبير بصير بصير بحاننا يعلم من الذي يصلح لنا والذي لا يصلح لنا ويعلم من الذي ينفعنا والذي يضرنا يقول الله تعالى في الحديث القدسي والشيخ بن باز تكلم عن هذا الحديث وقال سنده لا يعرف لكن معناه صحيح إن من عباد من لا يصلحه إلا الفقر ولو كان صحيحا لطغاه ربك يدبر الأمور بخبرته الله عز وجل يعرف خصائص كل واحد فينا يعرف أنك أنت ممتاز جدا في التربية لكنك فاشل في المال ويعرف أن هذا ممتاز جدا في المال لكنه فاشل مثلا في الحقوق الزوجية ويعرف أن هذا يصلح أن يكون غني لماذا؟ لأن عنده جلت يشتغل الليل والنهار ويخدم العباد ويعرف أن هذا الإنسان لا ينفع فيهم أي شيء لذلك لا بد أن يكون لص حرامي عشان للشرطي يترزق الله وعشان صاحب السجن يترزق الله وعشان هذا التدوير من أجل أن تحيى الأرض لأن الله عز وجل لما خلق الخلق قال إني جاعل في الأرض خليفة يعني يتخالفون فعلشان تكتمل دورة الحياة لا بد أن يكون في أغنياء وفي فقراء وأقوياء وبعفاء وظالم ومظلوم ورئيس ومرؤوس وكسير النفس وقوي النفس لازم لازم تكتمل هذه المنظومة عشان تمشي الحياة وهذه خبرة الله عز وجل عشان يا إخواني الذي أريد أن أصل إليه من فهمنا لهذا الاسم أن يكون عندك ثقة بعطايا الله عز وجل إذا صليت الاستخار فأي أمر من الأمور ثم استخرت الله خلك واحد اسمع دعاء الاستخارة ماذا تقول فيه أستخيرك بماذا؟ بعلمك الآن أنت جالس تكتب وكاله حين عندما توكل واحد معناه أنك واثق لهذا الواحد صح أو لا؟ أنت الآن جالس توكل الله عز وجل لأمرك أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيور اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه زواج سفر شراء بيع خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجل فاقدره لي هذه وحده والش الثانية ويسره لي والش الثالثة وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري أو عاجل أمري وآجل فإيش؟ اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ماذا؟ هذه أهم كلمة في الهداء ثم رضني به الرضا أن ترضى ما هو إذا استخرت الله في أي أمر ما ثم صرف عنك تزال وتروح تحاول وتجيب الواسطات وتقلب ويمكن يضيق صدرك أو مثلاً عندما تصاب بأي أمر من الأموم نحن الأولى قلنا في موضوع التوكر على الله خلاص خل عندك ثقة بأن الله إما إن أعطاك فهو أعطاك لأنه يعلم أن هذا لمصلحتك لأنه خبيل وأنت مؤمن بخبرة الله عز وجل وإن صرف عنك فهو أيضاً صرف بخبرتي لأنه هو الأعلم بما فيه مصلحتك الموضوع الثاني عندما تأتيك الأقدار مثلاً عندما تصاب بالمرض مثلاً قد تكون معاقب تعيش عمرك كله معاقب لا تزعل لا تزعل لا تزعل ربك الرضا مطلوب يا أخوان لازم تكون راضي ليه لأنه الذي أعطاك أو ابتلاك هو الله عز وجل ما في شيء ينزل ترى من البشر الله هو المدبر والله ما في شيء يكون في هذا الكون إلا بعلم الله وتدوير الله ولذلك عندما تأتي إليك المصيبة أو الابتلاء فكن راضي البلاء والابتلاء يا أخوان إيش الفرق بينهم ما هو الفرق بينهم يعني في فهمي ما هو الفرق بينهم في نوع النزول لا الفرق بينهم في نوع المتلقي إذا نزلت فيك أي مصيبة فتش في نفسك ليش نزلت المصيبة إن كان والله أمورك طيبة ومصلح ما بينك وما بين الله ولا عندك لا فساد ولا عندك أي مشاكل ثم ابتلاك الله اقبل ليه لأن الله هنا صفك في مصاف الأنبياء نحن الأنبياء عندهم ذنوب أشد الناس بلاء منهم الأنبياء منه منه النبي الذي دفن ستة من أبنائه بيده تعرفونه من هو النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق دفن ستة من أجاب ومن هو النبي الذي جلس ستة عشر سنة في المرض حتى مات أولاده وهلك حلاله كله وهو صابر أليس أيوب ومن هو النبي الذي ما أن فرح بالطفل حتى أمر أن يتركه في واد غيذي يزرع يروح يخليه في وسط الجبال السوداء اللي ما يعيش فيها ولا الجن وما ذلك يروح 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 يستجيب لله أليس هو إبراهيم خليل الله إذاً إذا ابتلاك الله وأنت ورعك طيب الله عز وجل يرفعك احمد ربك وشكر إذا ابتلاك الله عز وجل مثلاً وانت عندك ذنوب تدري ان عندك ذنوب تدري انك والله ظلامت فلاك ثم ما خسرت انتبه ترى ذي تنبيه ترى رب ينبه وأنت أعرف بنفسك وخلك صادق في محاسبة نفسك ترى رب ينبهك واحمد ربك إن الله نبهك في الدنيا قبل ما ينبهك في الآخر وربنا عز وجل يقول يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما إيش كسبت أيدي الناس طيب ليش قال لي يذيقهم بعض الذي عملوا ليه يا ربي قال لعلهم يرجعون عشان تنتبه ترى حنا أفسدنا عليك هذا المال اللي انت جمعته بالحرام عشان تنتبه ارجع ارجع على طول مباشرة ليه هذا تدبير من الله لك ولمصلحتك النوع الثالث قد يكون عقاب عذاب إنسان ظالم وما في فائدة نبه ثم نبه ثم نبه ومستمر يمهله الله حتى إذا أخذه لم يفلته فنسأل الله أن يكفينا الشر إذا ما المطلوب أن يكون عندنا ثقة بربنا عز وجل فقه بقدره والله يا أخواني خذوها مني قاعدة والله ما نزل من فضل ما نزل من خير إلا بفضل من الله عز وجل وما نزل من بلاء إلا بحكمة من الله عز وجل فأنت تتقلب ما بين حكمة الله وما بين عدل الله وفضله سبحان الله كلها خير اللي يجيك من الله ترى كله خير فالخبير عندما تؤمن فيه لابد أن يكون له أثر عليك وهو الرضا والثقة وأن ما أصابك فهو بعلم الله وتدبيره فتقبل وترضى وتصبر وتحتسب وترضى بحالك وتصلح ما بينك وما بين ربك لا تضجر على الله ولا تتأفف من أقدار الله هذا هو الرضا فإن عشت وعشت على الرضا فهي شو بالخير رضي الله عنهم وإيش ورضو عنهم يعني الله عز وجل ما مدح المؤمنين قال أنهم هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله ورضوا بأقدان الله ورضوا بعطاء الله سوف يرضى الله عنهم ولذلك يقال له يوم القيامة ادخلي يا عيّة النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش راضيه مرضيه مو بس راضيه فقط راضيه و مرضيه هذا متى؟ إذا عشت على أنك راضي عن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ما هو رضوان الله؟ رضوان الله أن يعطيك الله بعدين قال راضيه وقال مرضيه ما هي الفرق بين راضيه و مرضيه؟ يعني نفرض أن كنت مثلاً عليك دينين مثلاً عشرة ألاف زين؟ إذا عطيناك عشرة ألاف ترضى ولا ما ترضى؟ تقول جاكم الله خير الله رضيتوني طب إذا عطيناك فوق العشرة عشرة هذه المرضيه هذه هي المرضيه وهل عطاء الله هو عطاء المرضي فقط؟ عطاء الله فوق ما تظنوا ولذلك يقول عن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها وإيش؟ ولدينا مزيد شيء ما يخطر على بالك أددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيحبابي حديثي اليوم لكم هو أن نعرف كيف يكون لأسماء الله أثر على حياتنا هذا هو المهم ترى مو المهم منك تحفظ الأسماء؟ المهم منك تحفظها ويكون لها أثر عليك حنا اليوم تكلمنا عن اسم الله الخبير أنا متأكد لما تأخذ نفس الطريقة هذا في اسم الله العليم والحكيم والرحيم والودود واللطيف والجبار ستعيش في كل أمان وكل اطمئنان وكل رحبة وحبوا ربكم يا الله حبوه والله إن الله أرحم بنا من أمهاتنا والله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي إذا لم تقف ببابه كل يوم وتطرق بابه يغضب عليك قف بأبواب الناس شوف كيف عملهم في الناس وقف بباب الله وانظر ماذا يفعل الله فلذلك يا أحبابي أوصي نفسي وأوصيكم معي بالقرب من الله والرضى بأقدار الله وأن نعلم أن ما أصابنا فهو بعلم من الله وبعدل من الله وبرحمة من الله وأبشر بخير عظيم فربنا عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني فأحسن ظنكم بربكم وأبشر بالخير أسأل الله تعالى أن يفرج هم المحومين وأن ينفس كرب المكروبين ونجعلنا وياكم ممن رضوا به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم